طيب أيضا هناك أيضا تسمار لشركات تركية تقريبا 390 شركة تركية في السعودية صحيح برأس مال إجمالي 986 مليون ريال دولار سعودي لكن نعم هذه الشركات أيضا كان هناك بعد دخول الأزمة بين البلدين قلت هذه الشركات اليوم بالنسبة للتعاون في مجال الشركات التجارية ما المستقبل اليوم بالنسبة للبلدين زيادة الأمر يعني وكيل الاستثمار السعودي صرح سيتم مضاعفة التبادل التجاري بين الدولتين ثلاث مرات على الأقل من الآن إلى السنين القادمة بالإضافة المتوقع الآن زيادة التبادل التجاري إلى 10 مليار دولار يعني اليوم الحقيقة الجانب السعودي قد علم قوة تركية الأقليمية وبالتالي هو أيضا بحاجة ما تمتلكه تركيا وأيضا تركيا بحاجة ما تمتلكه المملكة العربية السعودية وبالتالي هم الحقيقة بحاجة بعض وبالذات أن الشهر القادم يوجد اجتماع بين مجلس التعاون الخليجي في الرياض وأمريكا والولايات التحدة الأمريكية مع بعض الدول العربية كمصر والعراق وغيرهم فقدوم الأمير محمد بن سلمان في هذا التوقيت هو قدوم جيد وسينعكس على شعبي البلدين وحكومة البلدين بالخير لو تحدثني عن الشركات التركية أيضا في السعودية باعتقادك ما هي الشركات التي ستكون حاضرة في السوق السعودي بالنسبة لتركيا البلد التحتية، الخدمات اللوجستية، التشييد والمقاولات، قطاع الكهرباء، حتى قطاع الطاقة كعدة الأمور التي تعنى بالغزاء، بالزراعة، يعني موضوع اليوم الغزاء والزراعة الحقيقة كما نعلم جميعا سبق واشرنا نموضوع اليوم، عصب الحياة، الزراعة والطاقة الزراعة والغزاء، يعني كل هالأمور الحقيقة ستساهم تركيا بمساعدة المملكة العربية السعودية بهذا الشأن